اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من تميز على مختلف المستويات هذا ولفت سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتنمية العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الإقضيبية لهم بحضور سعادة سيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري سانجي مهين دارو نائب رئيس هيئة الأركان البحرية الهندية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للمملكة ورحب سموه بنائب رئيس هيئة الأركان البحرية الهندية والوفد المرافق مؤكدا على مواصلة العمل للبناء على ما تحقق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وتما خلال اللقاس أراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية